أعقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وممدوح غراب محافظة الشرقية اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري بنطاق محافظة الشرقية وذلك بحضور ممثل عدد من الوزارات والمسؤولين تناول الاجتماع استعراض إجراءات العمل بالمشروعات المستهدف تنفيذها بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الشرقية تضمن المراحل التي تم الانتهاء من تنفيذها والمشروعات الجارية تنفيذها بالمبادرة وبحث المصاعب والعقبات التي تحول دون دفع وطيرة العمل ببعض المشروعات ومقترحات حلها بالتنسيق بين الأجهزة المعنية بالدولة لاستكمال العمل بها وفقاً للمعدلات الزمنية المخططة هذا وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة حرص القوات المسلحة على المتابعة الميدانية والدورية للموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة التي تؤثر بشكل مباشر في تحسين كافة الجوانب المعيشية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة ما يتعلق بالبنية الأساسية والخدمات وغيرها من المشروعات بجميع محافظات الجمهورية وحضر الاجتماع عدد من قادة القوات المسلحة وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري المقتص بمتابعة المشروع اشتركوا في القناة